اهلا وسهلا بكم انا معتاز زهيني ودي قناة كتب وسينيما مسلسل كاسل روك الموسم التاني موسم ممتع جدا موسم مليء بقى بالصراعات النفسية واجواء الرعب يمكن اللي شاف الموسم الاول كان ليه اسئلة عن شخصية اللي هي اسمها زا كد والنهاية يعني تثابت لنظريات مفتوحة واسئلة كتير المفروض ان المسلسل اصلا هو يعني انتولوجي وكل موسم مالوش عباقه بالتاني هو اصلا ابطال جديد جديد تماما وغير ابطال وكمان القصة مختلفة ولكن فيه يعني ايه لغز كده بيتكشف من الموسم الاول يعني عادي يعني انت لو عايز تشوف الموسم التاني من غير ما شفت الاول هو ده المفروض ان المسلسل كان قائم عليه ولكن هو في نفس الوقت بيكشف لغز معين في الموسم الاول فانت لو ما شفتش الاول وشفت التاني برضو هتفهم القصة المختلفة بالابطال المختلفين بتاعة سيزن تون اللي قاموا بالعمل هم الكتاب سام شو داستن توماسون وهو طبعا فيه فريق الكتابة وهي اصلا ماخوزة من العوالم المختلفة ومن اجواء ومن كل حاجة اوجدها الكاتب الكبير الاملاك في ادب الرعب ستيفن كينج بيحكي بقى عن يعني تفاصيل كتير في حياة شخصية كنا يعني شفنا فيلم مشهور او زمان اسمه وشخصية اسمها الممرضة الانسانة المختل عقليا اللي كانت حبست الكاتب المفضل عندها وقالت له يكتب يعني مش كانش عاجبها نهاية الرواية وقالت له لأ هتكتب مش عارف ايه وما تقتلش الشخصية المعينة وكزا وهتعيد الكتابة من الاول هو اصلا كان اتصاب في العراجة بتاعته واحتجته عندها في البيت بشكل جنوني لازي كابل ان هنا بتقوم بواحد من اروع عدوارها وتقريبا اروع عدوارها اصلا يعني هي الايمة بالدور بقى بتاع الممرضة المراضي وبيبدأ المسلسل بان هي هربانة مع واحدة بتقول ان هي بنتها وكده واخدها معها في مكان ومغيرة الهوية وانت بعيز تعرف هو السر الستري هربانة من ايه ومش مخلية بنتها دي تختلط تماما بعلم الخارجي مش عايزها تعرف حد وفي نفس الوقت كمان بتقول لها يعني انا عشان ممرضة فطبيعة مهنيت ان انا بتنقل من مكان لمكان فكل شوية هتلاقينا في بلد ولكن الحقيقة ان هي هربانة من مصيبة كبيرة العمل ماشي على خطين يعني مهمين جدا شخصية شخصية بتاعة والعقد اللي عندها والمشكلة النفسية الكبيرة اللي عندها والعلاقة اللي ما بينها وبين اه اللي هي بتقول عليها بنتها وكمان هنتكلم بقى بالتفصيل في فترة برضو الحرق وكده وكمان الخط بقى بتاع الرعب والعوالم المتصلة والغريبة بتاعة وشخصيات كتير وحاجات مرتبطة بين كل اعماله بتلاقيها موجودة في العمل ده هو عموما اعماله بتلاقي دايما حاجات متصلة او مدن هو خليقها زي اه مثلا كاسل روك وكمان ديري اللي كانت في فيلم يعني في مدن هو عاملها وسجون وكل حاجة هو بيعملها بنفسه بتكون حاجات تخيلية مش حقيقة. بنشوف كمان في زيارة للسجن اللي هو كان يعني في احد طبعا الاعمال الشهيرة هو بيزور السجن ده هنا بقى يعني حاجات مرتبطة ببعد ولكن ساعدت بقى مداشة بقى ببعد ففي اكتر من شخصية زي ما قلنا شخصية الممرضة موجودة والشخصية كمان اللي كانت شخصية اللي هي كانت المتنمر في فيلم برضو بتاع ستيفن كينج فحاجات كتير مرتبطة ما بين اعماله موجودة هنا. يعني بتتعاطى ادوية معينة عشان عندها حالة هي بتخلط الادوية على بعض وبتحاول تهدي نفسها لانها بتقوم باعمال جنونية وحتى بنتها اه في لحظات كتير بتخاف بينها والعلاقة ما بينها وبين اه بنتها هنا في المسلسل هي اروع شيء يمكن اروع من فكرة الرعب نفسه اللي موجودة وفكرة اللي هي يعني الحاجة القديمة اللي اللي هنحكيها دلوقتي في فقرة الحرق والاحياء بتاع الموتى والكلام ده كله هنتكلم فيه ولكن العقد النفسية اللي هي عندها نفسها الممرضة يمكن مرعبة اكتر من الرعب نفسه بوليس باركس كمان في دور اسمينر كان قام بدور ممتاز جدا ففي اكتر من ممثل وممثلة ولكن على رأسهم هي رقم واحد في التمثيل في الموسم التاني. طبعا القصة والارتباط كل حاجة ببعضها بقى والتفسيرات والرموز وكل الكلام العملاق اللي كان في العمل ده كان ممتع جدا فالكتابة كانت على اعلى مستوى يعني يترقص فريق الكتابة ستيفين كينج ومعاه طبعا بتوع العمل فحاجة حاجة عملاقة يعني يمكن بالنسبة لي هو ينافس الموسم الاول بقوة طبعا هو زي ما قلنا هو بيكمل في بعض الاحداث في بيكشف سر في الموسم الاول ولكن زي ما قلنا مش شرط تشوفه الموسم الاول عادي ممكن تشوفه التاني انه بيحكي عن قصة ملهاش عراقة يعني طبعا التصوير برضو كان زي ما شفنا كان انبهار بالتصوير في المدينة التخيلية بقى وبنشوف كمان آآ يفطأ اصلا في باست احتفالات كده بتلاقي مكتوب كل العالم بتاعت ستيفن كينج مختلطة في العمل ده حتى اللي احنا نتكلم عن اللي كان في المقدمة نفسه في المقدمة في كتاب كده بيقعد يتفتح ومكتوب فيه كلمات معينة عايزين بقى نتكلم براحتنا فدايما الحاجات اللي تبقى بدون حرق دي بتبقى مش عايفين تتكلم عن حتى الرموز اللي في العمل فيكون الجزء الجاي الفقرة الجاية دي فيها حرق آآ كامل للتفاصيل شخصية اني ولكس شخصية معقدة جدا ممرضة مريضة البنت اللي معاها دي ولا بنتها ولا حاجة ده هي اصلا كانت وقتها من حلقة بقى كان في حلقة شرحوا فيها الموضوع عن ايه قصص البنت دي وازاي ان هي آآ بتدور اصلا على يعني آآ مين ام الام الحقيقية مين كانت حاجة اسمها كانت حلقة رهيبة جدا وافضة تقييم عالي جدا آآ وهي اصلا البنت مش بنتها يعني هي واخدها معاها في كل مكان وبتاعمل صغرها وهي طفلها وبيبدأ العمل اصلا معاها صندوق كده وكانت هتدفن البنت دي او هترميها في المي ولكن صابت عليها وابتسمت ومش عارف ايه وخدتها تاني وقالت خلاص هترعوها زي بنتها فكرة ان الممرضة دي اتلت آآ 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 ابوها لانها كانت شايفة ان ابوها يعني متسبب في ان امها انتحرت كان بيخونها اصلا مع واحدة كانت بتعلم بتعلمها آآ اللغة وكده وازاي بقى تقرأ والكلام ده فحست ان ابوها آآ يعني مزنب في او سبب في انتحار امها وفي نفس الوقت كمان ان ابوها كتب اهداء الكتاب كان هو كان بيحاولي اكتب رواية فالاخر اللي جي يكتب الاهداء اللي واحدة بيحبها ما يكتبهاش لبنته اللي هي كانت بتساعده فحست ان ابوها يعني يخنها كمان الاهداء مش كتبه ليا فراح زي امن على السلم فجاد بقى الست التانية اللي هي بقى زوجته الجديدة ما امها خلاص انتحرت جاد بقى الزوجة ومشاق ايه اللي انت عملتي ده وبتاع راح ضربها بالسكينة كمان ولكن بيتضح زي ما احنا شفنا في العمل ويعني باختصارا هي طبقا لسه عايشة وبتتوصل لها البنت وبيبقى قدامها اختيارين وكانت الحلقة منتهر روعة برضو ان اختار بقى الست اللي ربيتني دي ومريضة نفسية وتاخد حبوب ولا امي الحقيقة اللي غايبة عني بقى لها سنين ويحصل الصراع الكبير جدا ما بينهم في نفس الوقت اللي هو يعني كان شغال بقى مع اه تيم روبينز هنا في العمل العائلة بقى اللي هي الغريبة دي اللي هو اصلا هم عنده اربع اولاد ولا واحد فيهم ايه بقى اولاده يعني خد اتنين هم اتبنيهم من الصومال وعنده مشكلة طبعا ان هو كان اصلا في حرب او معركة دايرة في الصومال وكان هو اللي قتل ام الولاد والبنت دول فزي ما تقول يعني كانوا صعبوا عليه واخدهم يرعاهم وخلاص تبناهم والكلام ده والتانيين دول مش اولاده برضو مباشرة فاربعة ولكن ما مش اخوات ولا حاجة وبيديروا بقى اعمال يعني في كاس الروك اعمال غير غير مشروعة كده وحاجات من تحت الترابيزة والكلام ده كله فبيحصل صراع ما بين اس والممرضة بقى هنا وطبعا هم معرفش ان انت بتكلم مجنونة يعني فكان يعني راح بقى يكلمها وبتاع ودهر بينهم حوار ولكن بينتهي بالقتل وبتجروا بقى وقالت انا هتفنوا فين في سلمز لوت وبتتفنوا كده فبيخش في مكان اه معين وطبعا كان ده بقى لغز الموضوع كله ان فيه قبور موجودة وتمثال لحاجة الشخصية اسمها الملاك فالقبور اللي موجودة وشخصية الملاك والكلام ده اللي هو بقى ايه طالع ان كان في قصة من ربعمائة سنة اه سنة عن سلمز لوت ان كان في واحدة المفروض ان هي بقى يعني ايه القابلة بتاعتها شايفان ايه مالبوسة ومش عارف ايه ولكن اه خرجت ورجعت لهم تاني بعد ما شافت حاجة اسمها الملاك قلت لهم لا انا مش مالبوسة ولا حاجة انا هجيب لكم الخير وبدأ الظهر يطلع والمحاصيل تكتر ومش عارف ايه يعني زي بتقولك انها عملت عقد مع الشيطان ده الشيطان وهو ده اللغز انا كنتو بتتكلم عنه عشان اختصارا دلوقت هو ده اللغز الموضوع ان زكد اللي الناس كانت بتسأل عليه في الموسم الاول هو الشيطان وهو اللي ظهر برضو في الموسم التاني وكشف وجهه فهي كأنها عملت عقد مع الشيطان او تفقت معاه ان هو الناس دي هتموت وهيعيد تاني احياءنا بعد ربعمائة سنة فده كانت البداية بشخصية اللي هي تقتلت ودفنت وقامت كده كانت بقى بتقوم تاني او بعد ما يموتوا بفترة وعليهم حاجات لازجة كده زي ما يكون اه يعني حاجة بتلزق كده بيقوموا بقى تاني وعايزين يحيوا الشخصية المهمة اللي هي امتي وبيبدأ المدينة كلها كأنها منوما مغناطسيا بقى كلهم بيتحولوا كده ويبصوا للتمثال في تمثال كبير ده بتاع الشيطان هو برضو زكد ده ظهر حتى في الموسم التاني يعني اه فهو ديه الجزء المرعب في الموضوع في نفس الوقت الجزء السيكولوجيكا البقى اللي هو بتاع الممرضة وعلاقتها بالموضوع كله من بدايته هي اللي دفنت اول شخصية اللي هي اس ده هو اول واحد قام في قيامة الاشخاص اللي بعد ربعمائة سنة وبدأ بقى يجيب اجساد بيسميها اوعية اجساد تانية عشان يملى فيها الناس المدفونة دي يعني كل واحد يجيبه يملى فيه او الروح تنتقل لي ويقوموا تاني الناس اللي من ربعمائة سنة بتشوف حتى اوليكس بتلبس حاجات كده عليها خنزير صغيرة دي كمان برضو من الرموز اللي موجودة في العمل انه طبعا شخصية الممرضة اللي كانت في فيلم بتاع ستيفن كينج من زمان كانت من ربيها خنزير لو تفتكروا الفيلم في حاجات كتير زي ما قلنا مرتبطة بتشوف عربية معينة كانت عربية شيطانية كده كانت برضو موجودة في الاحتفالات اللي دايرة في المدينة بمناسبة آآ ذكرى حصلت في المسلسل ففي حاجات كتير بتزهر بتربط عوالم المختلفة بتاعة ستيفن كينج شخصية زي كده اللي كانت مسجونة في شوشانك في سجن المشهور التخيولي برضو من عوالم ستيفن كينج دا الشخصية دي هي الشيطان وهي اللي عملت آآ آآ زي ما تقول يعني من وعدتهم وعدة مجموعة من ربعمائة سنة انها هتعيد احياءهم مرة تانية. كمان من قصص المؤثرة جدا في العمل زي ما قولنا الاولاد بقى ما عارفوا الحقيقة ان هو ده الشخص اللي قتل آآ آآ امهم في الصومال. هو تيم روبينز قتل امهم في الصومال. او يمكن الولد كان عارف البنت ما كانتش عارفة صدمت قالت له اه عشان كده انت اخدتنا واخترتنا احنا بالذات تتبنانة يعني دي مش انسانية منك انت انسان مش عارف ايه. فكانت من الحاجات للقصص المؤثرة جمان جنب العلاقة المريبة والغريبة بتاعت الممرضة وما تدعي انها بنتها. مش عارفة كانت كويسة كان كل شوية بقى بيقوموا بقتل حد معين مشوف قتل كتير عشان بياخدوا الجسد كوياء ويملوا في الروح بتاعت الناس اللي هتقوم تاني من الاول فكانت المهمة بقى بتاعت مدينة كاسر روك او المجموعة اللي عايزين ينقذوا المدينة من اللي بيحصل ده ان هم يفجروا المكان او زي الالعى الكبيرة اللي هم استوطنوها وعايزين يقوموا من الاول تاني وتقوم بقى زي ما تقولك انها الملكة بتاعته. وكانوا كمال عايزين يعرفوا من سر الرسائل اللي هي كانت عنده كانت رسائل من السجن وهو كان يعني محتفظ بنسخ منها وفيها كلام عن بحيرة اه معينة بتنقل ما بين الابعاد المختلفة. حتى كان فيه صوت كده كانوا فيه تفسيرات في الموسم الاول ان الصوت ده جاي منين واه اي حكايته واه اي حكايت UAW المتباعدة او العوالم الموازية. يعني كان فيه تفكير في الموضوع ده ولكن بيتضح يعني ان تفسيرات الكتير اللي كانت بوجودة فيangers الاول انه شخصيا انзаكت يعني غالبا بتساة وتسينين في المية انه ده تفسيرات كتير قالت انه هو ده الشيطان. افضل حلقة بالنسبة لي يمكن هي الحلقة الاخيرة وكمان الحلقة زي ما قلت لكم اللي هي كانت بتاعت بقى قصة بتاعت الممرضة نفسها وعلاقتها بابوها وامها وانتحار امها وعرفنا بقى اللي ازاي قتلت وهربت بالبنت دي اللي هي مفروض يعني تبقى كأنها اختها مش تبقى امها ده كأنها مفروض تبقى اختها اصلا وكانوا حتى في فرق بينهم مثلا قول يقول مثلا ستتاشر سنة ولا حاجة زي كده فهي خليتها ورعيتها بقى كأنها امها كانت لسه هي بيبي بس البنت اللي ما كانتش تعرف لأنها عزليها عن العلم الخارجي ومشتركة وبين بقى زي ما قلنا العوالم بتاعت ستيفن كينج كل شوية بنشوف رموز وزي ما قلتلكم على موضوع الرمز اللي كنت عايز اقوله في الاول ان في اول الحلقة في المقدمة كده في كتاب كده بيقعد يتفتح كان مكتوب في كلمة زاديفل اصلا وبعض الكلمات التانية لكن كان واضح يعني ان هم بيلمحوا الموضوع على الشيطان ده النهاية كمان اخر حلقة خالص في اخر حتة بقى كانت غريبة جدا وكانت بقى فاكرة ان البنت لسه تحت تأثير كأنه التنويم المغناطيسي للتمثال الشيطاني ده فكانت الام اللي هي الممرضة فاكرة ان البنت اه يعني تحت التأثير لسه فخذيتها بقى وجرأتها في البحيرة ومش عارف ايه وبعدين حاولت تنقذها تانية وجريت وهي نتمانة وتقومها والكلام ده وبعدين يروحوا بقى لحفل توقيع بيوضح لك بقى مضوع كتاب ميزري ده او الفيلم اللي احنا تتكلمني عنه فيلم ميزري وراحوا حفلوا التوقيع وعد اصلا ده الكاتب المفضل ومش عارف اينه بيفكرها دايما بالكتاب اللي كانت بتقراه لبنتها. بتلاحز حاجة غريبة في النهاية انها بتسيب كتاب اه جنبها حد بيجي لها في الاول يعني نفوض ان البنت ماتت اصلا يعني غرقت في البحيرة ولكن في مشهد ان هي قومتها. في النهاية خالص بتكتشف في مفاجأة ان هي شكلها ما قومتاش ولا حاجة شكل البنت ماتت فعلا وهي بدأت بقى الهلاوس ترجع لها تاني وحكاية الادوية والعققير والكلام ده كله. اه يعني هي واحد حتى جيه تكلمها قالها المكان اللي جنبك ده فاضي قلت له لأ مع انه فاضي. اه وعليه كتاب يعني البنت مش جنبها ولها شكلها كانت تتخيل ان هي خدت البنت معها الحفل التوقيع كاتبها المفضل اللي هي كانت حبساة في الفيلم اللي احنا بنقول عليه الفيلم القديم بتاع ستيفن كينج. راح بقى ممكن تكون يعني برضو مطروقة دايما يحيرونا في نهاية الموسم في المسلسل ده. فيمكن تكون البنت بالفعل خلاص ماتت وكل دي بقى تخيلات ان هي قومتها تاني واخدتها معاها. فرغم ان هو مسلسل هو هو رعب هو يعني هو ولكن الجانب اللي مرعب فيه مش هو لقصة القوة مش فكرة ان الملاك او اللي هو الشيطان ده اللي يبطلوا عليه الملاك وان هو قويمهم تاني واعادة احياء كان نشوف نفق في مرعب كتير. وموضوع الخنفسة اللي احنا كنا مشوفها دي رموز اه معينة كانت في ديانات قديمة ان هي دي رمز اعادة البعث. فالخنفسة دي كانت رمز في الديان القديمة حتى عند قنوان المصريين لها اه رمز مهم من موضوع الخنفسة اللي هي كان في اه سلمزلوت القديمة اه امي تي دي كانت تتبح كل واحد وتحط في فوقه خنفسة. فخلاص يموت ولسه بقى هنبقى نقويمهم بعد اه ربعمائة سنة. فايه بفكرة الخنفسة دي اللي كانت بتتطير من التمثال بتاع الشيطان. هي الخنفسة دي كانت رمز ليه اعادة البعث. فالفكرة دي اه خلاص يعني احنا شفناها في افلام رعب كتير موضوع ان هو فيه ناس معينة احنا نجيب الجسد للبشر كوعاء ونصب فيه الروح مرة اخرى وناس تيجي من عصر تاني او زمن تاني ممكن تكون موجودة. لكن الفكرة العلاقة او قصة الممرضة نفسها. القتل اللي هي كانت بتعمله والعلاقة ما بينها وبين بنتها. وربطها في السرير بنتها كانت خايفة منها وربطها في السرير ومش عايزها تقول لها تاك دي الادوية بتاعتك ومش عارف ايه. مرعوبة منها. اه دي المشاهدة العظيمة قصتها مع ابوها وامها اللي انتحرت وكمية عوقد نفسية عندها غير طبيعية. كانت الممثلة اللي طبعا اللي كانت ايمة بالدور ده. دور الممرضة. وانها احتجزت كاتب مهم. وخليته يكتب عندها بالعافية. مرضو كانت ممرضة جدا وخدت عليها جايزة زمان. وخدت جواز كتير عليها في الفيلم. دي كانت داشة كده عن المسم التاني من المسلسل. ويعني اللي ما شافش المسم الاول عادي ممكن تشوف التاني. هي بس كشفت تسيما قلنا لغز اللي اللي شافوا المسم الاول اكتشفوا حل اللغز. ولكن لو شفت التاني على طول ما فيش مشكلة. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن المسم التاني يا رب بتكون الحلقة عجبتكم. والمسلسل كان ممتع جدا طبعا. واشوفكم على خير جهرة في حالة القادمة ومع السلامة.